وكان زعيم الحزب الدموقراطي الكردستاني مسعود البرزاني بحث خلال اجتماع مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني رأسه نائب أمينه العام كوشرت رسول بحث تطورات سياسية في إقيم كردستان العراق والأوضاع في كاركوك وذلك بحسب بيان رسمي مشترك صدر عن الحزبين وكشفت مصادر مطلعة أن البرزاني تعهد بحسم اختيار محافظ كاركوك وفقا لرغبة الاتحاد شرط أن يكون عقب تشكيل حكومة إقليم كردستان وبعد أن تجري حكومة الإقليم زيارة إلى بغداد لتطبيع الأوضاع في كاركوك وأشارت إلى أن الاجتماع لم يتمخض عنه اتفاق نهائي وأن البرزاني طالب بأن يتفق الجانبان على تشكيل الحكومة كما طمأن بأن محافظ كاركوك سيكون من الاتحاد